من علامات الترقيم أيضا الشرطتان التي قبل قليل كانت الشرطة هذه الشرطتان هما ليست متتاليتين لا تأتيان متتاليتين ولكن تستخدمان لمتلازمتين يعني يوضع بينهما الفاظ ليست من الأركان الأساسية للكلام يعني نقدر نقول أنها زائدة في الكلام وذلك كما فيه أولا الجمل المعترضة مثل من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم وعنده ما يغنيه يمكن الاستغناء عن هذه الجملة جملة اعتراضية من سأل فإنما يستكثر من جمر جهنم سليمة لكن وعنده ما يغنيه جملة اعتراضية تفسيرية الضبط بالحروف مثل نفد بالدال المال انتهى طبعا بالدال هنا توضح أنها نفد وليست نفذ لأن النفاذ هو مرور الشيء لكن نفد بمعنى انتهى نقول جاءت للضبط الفاصلتان هنا وضعت بينهما كلمة بالدال لتوضيح الضبط بالشكل الخاص بكلمة نفذة الفاظ الاحتراس مثل قول الشاعر صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها ايدي انسراع وارجل هنا ظالمين هي لفظ الاحتراس ولفظ الاحتراس هذا لفظ يأتي به المتحدث لتفادي او الاحتراس من ظن المتلقي هو يقول كلامه وهو يخشى أن يظن المتلقي كذا وكذا فيضع هذا اللفظ احتراسا ولا حاجة إليه فأن يقول صببنا عليها سياطنا فطارت بها ايدي انسراع وارجل سيتم المعنى هكذا لكنه جاء بظالمين احتياء احترازا حتى لا يكون الظن غير ذلك من المواضع أيضا التي تأتي فيها الشرطتان المتلازمتان هتان الجمل الدعائية مثل كان ابو بكر رضي الله عنه اول من اسلم من الرجال عندنا ايضا رحمه الله وعليه السلام وكذا توضع بين مثلا غفر الله له كذا صديقنا غفر الله له سافر صباح اليوم مثلا هذه جملة ندعو له احنا نبغى نقول صديقنا سافر هذا اليوم لكن اتينا بهذه الجملة الدعائية من المواضع وهو الموضع الخامس التي تأتي فيها الشرطتان المتلازمتان التفسير مثل إن النيرين الشمس والقمر آيتان من آيات الله المتلقي ربما لا يعرف ما هما النيران فيفسر له الشمس والقمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة